اشتركوا في القناة النهاردة 16 مايو 2023 يوم الثلاث والنهاردة مش بس حلقة الثلاث لأ حلقة فيها كمان مفاجآت وفيها افكار وفيها لقطات وفيها دعوة للتفكير بشكل كبير دعوة للتفكير بشكل كبير بسم الله اهلين زمان قالوا اللي ما يشوفش بالغربالي بقى ايه لا اهو ده واحد من الامثلة اللي لازم يتغير تعرفين انا ماشي معاكوا كده خلال الفترة اللي فاتت في حاجات كتير مع ان الامثال دي هي عصارة الحكمة الشعبية بتاعت اهلينا واجدادنا واسلفنا لكن فيهم حاجات كتير حقيقة انا ما اعترض عليها زي المثل ده اللي يقول لك ما يشوفش بالغربال يبقى اعمى لا الحقيقة لان الاعمى عنده بصيرة وعنده رؤية وبيعرف يفهم وبيعرف يبقى عنده وعي وبيعرف يبقى عايش في مجتمعه ومتفاعل معاه مش بالضرورة حرمانه من نعمة البصر تحرمه من البصيرة فبالتالي الصح بتاع الصح بتاع المثل اللي ما يشوفش بالغربال يبقى مش عايز يشوف انا بسرعة مش طالع النهاردة عشان اصلح لكم الامثال الشعبية مش دي قضيتي انا قضيتي انه هو ده المثل بالمعنى اللي انا قلته اللي ينطبق على الحالة اللي حصلة في البلد اليومين دول اللي ما يشوفش بالغربال يبقى مش عايز يشوف يبقى قاصد ما يشوفش يبقى عنده نية او في حاجة جوه منعه انه يشوف اللي بيحصل او يتابع اللي بيحصل او يفهم انه في حاجة بتحصل يعني مثلا لما بيكون فيه اوضاع صعبة وفيه قرارات غلط وفيه بعض السياسات اللي باشية في البلد ومش مقديه لنتيجة اللي احنا عايزينها بنقول وبتبقى بينه والكل بيجمع عليها بنقول وبتبقى بينه والكل بيجمع عليها لانه نتيجتها بينه لكن لما تكون فيه حاجة حلوة بتحصل وبوادر اصلاح حقيقي بيحصل ويبقى ملموس ومتشاف ومحسوس وانت تقول لا يبقى فيه حاجة غلط يبقى انت اللي مش عايز ليه انا بقولكو هذا الكلام لان انا ازعم وادعي ان احنا بقى لنا اسبوع تقريبا اسبوع عشر تيام ايا كان لانا ما فيش وقت محدد بس في الفترة اللي انا بتكلم فيها دي فيه اتجاه جديد من خلال قراراتها وقوانينها وسياستها للتدخل الحقيقي من اجل الاصلاح الحقيقي مش الاصلاح الهيكل مش الاصلاح الشكلي مش الاصلاح اللي بيعمل منظر الاصلاح الحقيقي وعشان ابصت كلامي اكتر كان في بعض الاحيان هناك قرارات بتبقى رد فعل للازمات او للمشاكل او للصدمات اللي بتواجهنا اما اللي بيحصل دلوقتي في رأيي هو الفعل مش رد فعل ان الاول مرة الدولة بتتدخل بفعل يصلح الاوضاع ويرتب اللي جاي بناء على قدرتنا وعلى اللي احنا عاوزين الكلام ده اكتر في المجال الاقتصادي والاستثماري اللي هو بيشهد الازمة الحقيقية مش في مصر بس على مستوى العالم لكن للعالم رب يحميه وإحنا لنا رب يحمينا احنا بنتكلم عن مصرنا الحبيبة الاتهمنا عندنا ازمة اقتصادية عندنا ازمة اقتصادية عندنا ازمة اقتصادية طاحنة ومنذ سنوات طويلة حقيقة الشعب بيعاني بيعاني غلاء في الاسعار غلاء في الاسعار نقص في الانتاج كل اللي انت عاوزين تقولو قلو طب هنفضل نتلقى الصدمات ونقعد بس نعمل ري اكشن رد فعل ونحش الصدمات عن وشنا ولا تاخد سياسات وافكار ربما تغير الواقع السيء اللي انت مش عاجبك ده حصل زي ما انا قلت لكم كده بداية مثلا بالقرار الجريء والشجاع والحكيم الحقيقة لان انا لأسف ما خدش موجود هنا الاسبوع اللي فات وقت القرار كان زميلي الباز هو الموجود بتاع الدهب بتاع الغاء المصاريف والضرائب والجمارك على الدهب لمدة 16 عايز اقول لكم هذا القرار في منتهى الحكمة ومنتهى الصواب ومنتهى الفاعلية لانه قرار بعد 24 ساعة اثر بالايجاب على السوق بعد 24 ساعة بس مش قرار بقى نقول بقى بين يوم وليلة ومش عارفه بعد 6 سنين مفيش تاني يوم السوق اتعدل بشكل كبير على فكرة من السوق الدهب بس ده سوق الدهب واسواق اخرى والدولار والدولار لانك لما عملت هذا القرار الحكيم شجعت الناس انها تشتري دهب وتستور الدهب فبالتالي اقبال الناس على شرة الدولار قال لانه راح نحية الدهب فبالتالي الطلب على الدولار قال وده اللي خلى معظم الناس اللي بيكلموا او بيرقبوا او بيتابعوا السوق السوداء اقولك انه حصل خلال اسبوع اللي فات انخفاض واضح فيه الطلب على الدولار وانخفاض واضح فيه سعر الدولار في السوق السوداء رقم اتنين انت مش بس قللت الطلب على الدولار انت لما رحت زودت الطلب على الدهب وشلت المصاريف وشلت الجمالك وشفت الكذا بقى هامش الربح فيه اعلى للي عايز يتاجر او عايز يكسب او عايز يستثمر فسعر جرام الدهب كمان نزل سعر جرام الدهب كان 2600 و2700 من اسبوعين ثلاثة انبارح جرام الدهب 21 او النهاردة يمكن ب2200 او 2050 يعني نزول كبير جدا في سعر جرام الدهب والجيني الدهب وعيار 24 وعيار 21 وكل العيارات يبقى انت لما بتاخد قرار عارف وفاهم ودارس واستشارت ناس بتفهم انه ده اللي لازم يتعمل النتيجة لازم تبقى صح واحد زايد واحد ساوي اتنين علمونا زمان انه معادلة النجاح سهلة وبسيطة وإلا كان اللي نجح واحد ولا اتنين في الكون كله لكن كل هؤلاء الملايين من الناجحين لانهما تبعوا المعادلة اعمل حاجة صح وجنبها حاجة صح النتيجة لازم تبقى صح فانت عملت قرار صح اثمر على المستويين مستوى هبوط الدولار وكلة الطلب عليه وهبوط كمان في اسعار الدهب اللي كان شاطح شطحة بيضة والمناسبة منه خلص كلمة الدهب النهاردة عندي فقرة كاملة في نهاية الحلقة عن الدهب سواء فيما يتعلق بهذا القرار واثاره وحيشرح حالكوا احد المتخصصين بشكل مبزط او كمان عن القرار الرائع اللي اتخذته الدولة المصرية بانشاء منصة للاستثمار في الدهب منصة في البورصة للاستثمار في الدهب فالحقيقة فيه افكار بقولكوا لا افكار مختلفة وجديدة ومثمرة وفعالة وبتجيب نتيجة بسرعة وواضح انها مختلفة عن السياسات اللي كانت موجودة زمان ده واحد اتنين جزء من الحالة الايجامية اللي انا بقول لكم اللي هي حصلة ولازم تبقى شايفها الاجتماع اللي عقده السيد الرئيس النهاردة عبد الفتاح السيسي للمجلس الاعلى للاستثمار بعد اعادة تشكيله ومحدش يقول لي يا تامر ما هو ده اجتماع لا الاجتماع مهم والاهم القرارات التي صدرت عن الاجتماع القرارات والتوصيات والتوجيهات التي اشار اليها السيد الرئيس الجمهورية الذي ترقص هذا الاجتماع هتسمعوها دلوقتي مني وفي التقرير هتكتشفوا انه لا في حاجة جديدة بتحصل في حاجة مختلفة بتحصل في حد فكر ودرس وشاف المشاكل كتعاملة ازاي وشاف الحلول القديمة اللي كانتش بتحل المشاكل وما كانش لها لازمة فغيرها بحلول جديدة ربما تؤدي الى واقع جديد وخدر قرارات بناءا عليه يعني مثلا على سبيل المثال وليس الحصن ان هم قرارات بحاجة طويلة جدا هنجملها لحضراتكم دلوقتي في التقرير واحد تكليف وزارة العدل باعداد مجموعة من التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الاراضي القصة بقى بتاعة الارض دي تبع الهيئة ايه ولا تبع المصلحة ايه ولا تبع الوزارة ايه ولا تبع الملك ومش عارف ايه وكل الدائلمة اللي كنا فيها دي هتتحل وما فيه توحيد للجهة وتوحيد للتوثيق وتثبيت الملكية فيها الاراضي اتنين الموافقة على التوسع في اصدار الرخصة الذهبية الرخصة الذهبية والنظر في عدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية او قومية فقط يعني الرخصة الذهبية اعتبقى موسعة مش على المشروعات او الشركات اللي تتعمل بس للمشروعات القومية العملاقة دي بقى حلوة جدا جدا الموافقة على مشروع قرار باجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة من اجل تعزيز الحياة التنافسي خدت بالحضرك في الوضع الحالي في بعض الشركات المملوكة للدولة واخدى مزايا تفضيلية عن الشركات العادية اللي موجودة في السوق ده حينظر في الغاءه في حيث ان كل الشركات سواء مملوكة للدولة مملوكة القطاع العام مملوكة الافراد مملوكة القطاع الخاص مملوكة الاجانب كده تبقى كلها على مصطرة واحدة وعلى مسافة واحدة والكل يتمتع بنفس المزايا او بنفس الجزاءات الموافقة على مشروع قرار للسماح بقيد المستثمر الاجنبي بسجل المستوردين بسجل المستوردين حتى وان لم يحمل الجنسية المصرية يعني حتى لو كانش مصري بس يخش معانا في سجل المستوردين عشان يستفيد بالمزايا كان فيه واحدة اللي هي بتاعت المنصة فين المنصة دي اتنين فوق اه دي كويس او فعلا الموافقة الموافقة على انشاء منصة الكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات تاني الموافقة على انشاء منصة الكترونية مش بشرية بقى مش واحد يوقف عبدالشباك ويقولك صباح الفل وكل سالون طيب والنهاردة عيد وعايزين نشرب شاي وادفع عشان تعدي لا منصة الكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات وذلك لخفض الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات اللي هم عايزين يقولوا يعني لمكافحة الفساد والعنصر البشري اللي للأسف كان بيوقف الملاكب السايرة غير ما مصلحته تطلع الحنة اللي هتتنفي طيب منصة الكترونية ما هتعرفش حد اللي يقدم ورقه صح تاك تاك دان انتر تطلع الرخصة سواء بالتأسيس أو بالتصفية أو بال تشغيل وحاجات تانية كتير اعتماد حزمة من الحوافز لدعم عدد من القطاعات والمشروعات ما يتعلق بالقطاع الزراعي والصناعي والطاقة الحقيقة الحقيقة أنا بقول لكم بمنتهى الأمانة انه هذا كلام جديد هذا كلام جديد وهذا فكر مختلف وهذه حلول خارج الصندوق زي بيقول إنجليز كده out of the box وتأتي في إطار حزمة واضح إنها اتخدت للإصلاح الكل الحقيقي مش الشكل وإنك لأول مرة تبقى بتعمل فعل عشان تبقى مستني رد الفعل اللي ينسبك مش مجرد إن انت بترد رد الفعل أرجوكم ركزوا واسمعوا كويس في التقرير كل ما جاء من توصيات وقرارات في هذا الاجتماع لإنه الاستثمار والاقتصاد رغم إن المصطلحات تبدو معقدة لكن هما في النهاية هما اللي بيأثروا على حياتنا وعلى أحوالنا وعلى دخلنا وعلى اقتصادنا الفردي ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي والسادة الوزراء والمسؤولين وممثل القطع الخاص من أعضاء المجلس وفي مستهل الاجتماع أكد السيد الرئيس حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار المحلية والأجنبي والقضاء على العقبات البيروقراطية وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطع الخاص بهدف بناء قاعدة انتاجية متنوعة وتحقيق تطور اقتصادي شامل مؤكدا أهمية البناء على ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة كما قدم السيد رئيس مجلس الوزراء عرضا خلال الاجتماع تضمن أهم المؤشرات والحقائق الخاصة بالاستثمار في مصر والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة لتحسين البيئة الاستثمارية وأسب المضاعفة استثمارات القطع الخاص ومقترحات لتقديم حوافز وتيسيرات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطعات وفقا لتوجيهات السيد الرئيس في هذا الشأن وذكر المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المجلس الأعلى للاستثمار وافق خلال اجتماعه برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على 22 قرارا مهما في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات والحد من القيود المفروضة على التأسيس ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها وكذا تسهيل تملك الأراضي والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية وتعزيز الحوكمة والشفافية والحيادة التنفسية في السوق المصرية وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة وتنفسية من الحوافز والتسهيلات في القطع الزراعي والصناعي والطاقة فيما يخص انتاج الهايدروجين الأخضر وقطع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة كذا قطعوا النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك وتوحيد استراتيجية التسعير وأضف المتحدث الرسمي أن السيد رئيس الجمهورية كلف الحكومة بالعمل على إعداد وتجهيز ما تم اعتماده من قرارات ليتم تنفيذها في أسرع وقت ممكن ووفق جدول زمني محدد ومعلن طبعا حضراتكم متابعين اللي بيحصل منذ فترة في السودان الشقيق والأوضاع المتلدية وحالة عدم الاستقرار رغم بعض المؤشرات اللي بتقول أنه ربما نؤدي إلى وسطات وإلى تهدئة قد تعيد الأوضاع إلى سابق عهدها من الاستقرار لكن في النهاية الأوضاع طبعا صعبة ومعيشية على المستوى الإنساني كمان للمواطن في السودان صعبة جدا إحنا يهمنا كمصريين في هذا الشق أمرين الأمر الأول هو استقرار السودان واستقرار الأمن في السودان واستقرار السياسي في السودان لأن السودان مش بس بالنسبة لنا جار لا أكتر من جار بكتير ويهمنا كمان شق المصريين العائدين من السودان أمنهم وسلامتهم وكمان تأمنهم واستضافتهم وإعادة اندماجهم في الدولة المصرية وطنهم الأم تعالوا الأول نشوف هذا التقرير عن مستجدات الأوضاع وتطورات الأوضاع في السودان خلال الأيام الأخيرة وبعدين ناخد لقاء مهم مع السيدة سوها الجندي وزيرة الهجرة وشؤون المصرين في الخارج نعرف كيف تعاملت الدولة المصرية في هذا الملف الحساس شهر كامل على بداية اشتباكات عنيفة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع بسبب صراع على السلطة رحى ضحيته أكثر من 750 قتيل وخمسة آلاف جريح إضافة إلى 900 ألف نازح ولاجئ على الأقل حيث أصدر مؤخرا الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانية عددا من القرارات على رأسها تجميد حسابات قوات الدعم السريع داخل وخارج سودان فيما رد محمد حمدان دقل قائد قوات الدعم السريع بتسجيل صوتي نافيا فيه شائعات مقتلها كما أصدر رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان سلسلة قرارات تتعلق بالجيش وبنك السودان والخارجية السودانية فقد قام بإنهاء خدمة بعض السفراء والمسؤولين من بينهم السفير عبدالمنعم عطمان محمد أحمد البيتي والسفير حيدر بدوي صادق من العمل بوزارة الخارجية ومنذ النلاء الاجتباكات في السودان المصرية جهودا مضنية ليس فقط لإجلاء رعاياها من المصريين المقيمين في السودان بل أيضا مدية للعون للأشقاء السودانيين لاستضافتهم في مصر كعادة القاهرة التي دائما تفتح ذراعيها للأشقاء العرب ففي الخامس والعشرين من أبريل قررت السلطات المصرية بتيسير دخول السودانيين إلى الأراضي المصرية عبر المنافذ البرية دون تأشير خاصة من معبر أرقين والقسطل أعداد السودانيين الذين استطعوا المجيء إلى مصر الكثير للغاية بلغ أربعين ألف سودانية عبروا الحدود إلى الأراضي المصرية حتى الأول من مايو عبر معبري أرقين والقسطل فمصر فتحت ذراعيها لاستقبال الفارين من جحيم المواجهات العسكرية بين الأشقاء السودانيين بأعداد تزيد عن ستين ألف شخص ووفق لما قالته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أيضا فصلتت الضوء على جهود مصر في استقبال السودانيين وتقوم الأمم المتحدة بتسليم المساعدات من أجل توزيعها على الوافدين من قبل الهلال الأحمر المصرية بما في ذلك المياه ومستلزمات النظافة الشخصية وتلك الخاصة بالنساء والكراسي المتحركة والطعام والأقنعة والقفازات وتجري المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عملية تخطيط لتضفق ثمانمائة وستين الف لاجئ وعائد من السودان وسوف تكون برفقة شركائها بحاجة إلى أربعمائة وخمسة وأربعين مليون دولار أمريكي لتوفير الدعم لهم حتى شهر أكتوبر حيث تم تقدير هذه الأرقام في ملخص تمهيدي للخطة الإقليمية المشتركة بين الوكالات والخاصة بالاستجابة للاجئين في السودان والتي تم تقديمها اليوم للمانحين وفي العاشر من مايو أصدرت وزارة الصحة بيانا قال فيه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان المصرية أنه تم تقديم الخدمات الطبية لخمسمية وواحد وثمانين قادما من المصريين العائدين والأشقاء النازحين من دولة سودان وذلك عبر ميناء السفاجة البحرية بمحافظة البحر الأحمر وخلال البيان قال الدكتور حسام عبدالغفار أنه تم منظرة 466 قادما من خلال عيادات الحجر الصحي بالميناء كما تم تطعيم 114 طفلا بالطعوم المضادة لشلل الأطفال لافتا إلى تمركز 9 عيادات متنقلة في ميناء السفاجة إلى جانب 10 سيارات إصعاف مجهزة بعينية مركزة علاوة على رفع حالة الاستعداد للمستشفيات والخدمات الإصعافية بمحافظة البحر الأحمر كما تم الدفع ب50 فرد من أطقم الحجر الصحي لسرعة إنهاء إجراءات الكشف الطبية على القادمين والحقيقة إنه منذ تفجر الأوضاع في السودان وكل مؤسسات الدولة بلا استثناء تعمل ليل نهار من أجل متابعة هذا الملف والقيام بمسؤولياتها ومهمتها الكثيرة ومن أهم هذه المؤسسات اللي تقريبا بتواصل ليل بالنهار لمتابعة هذا الملف وخدمة أبنائنا وأهلينا المصريين العائدين من السودان بعد عدم الاستقرار السياسي والأمن اللي حصل في السودان وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج واللي معايا وزيرة الوزارة والمزؤولة عن هذه الحقيبة سعدة السفيرة الوزيرة سوها جندي مساء خير وتحياتي مع الوزيرة مساء النور تمر بي إزاي حضرتك؟ أهلا وسهلا وتحياتي لحضرتك وأهلا بيك معنا على شاشة النهار والحقيقة كل مؤسسات الدولة لها التحية على إدارة هذا الملف وهذه الأزمة التي تفجرت في السودان ونتمنى إن شاء الله استقرار الأوضاع لهم لكن الحقيقة الدولة المصرية عملت تناول الأزمة بمنتهى السرعة والحكمة كمان اللي تلقت إشادة بها من المجتمع الدولي وكمان من أبنائنا المصريين العائدين من السودان حريك سمعاني مع الوزيرة؟ دلوقتي حضرتك سمعك دلوقتي تمام أنا كنت بتكلم عن التناول الممتاز والحكيم للدولة المصرية في ملف السودان في كل الجهات وتحديدا الملف لحضرتكم مسؤولين عنه وهو استقبال العائدين وتوفير كافة السبل من أجل إعادة اندماجهم في الوطن الأم شكرا جزيلا يعني على تقدير حضرتك للجهود المصرية وأنا طبعا يعني بمنتهى يعني من غير من غير أي نوع من أنواع المبالغات الحقيقة هو كان مجهود منصق بين جميع أجهزة الدولة المعنية بالأمر واللي استطعنا من خلاله أن احنا نقدر أن احنا ننقذ أهالينا الموجودة في السودان من الأحداث الجارية اللي هي كانت من شأنها أن هي يعني تضر بحياتهم احنا كنا حارسين من أول دقيقة على أن احنا على طول ننظم نفسنا على طول نبتدي نعرف بالضبط أماكن تواجدهم بالذات بالنسبة لأبنائنا من الدارسين في السودان سواء من طلبة الجامعات أو طلبة المدارس السنوية وكذلك باقي الجاليات فيعني تحركت وزارة الهجرة من أول دقيقة حاست أن فيه اضطرابات في السودان قد تؤدي إلى النوع من أنواع التصعيد بحيث أن احنا نكون على أهوبة الاستعداد وما نستناش لحد آخر دقيقة وعقب ذلك تحركت كل المؤسسات وبقى فيه خلية أزمة قدرت أنها تنظم عمليات الإجلاء الخاصة بأهالينا اللي موجودين في السودان وأبنائنا اللي موجودين في السودان والحقيقة هي أكبر جالية موجودة في السودان هي الجالية المصرية صحيح عشان نقرب الصورة أكتر للأستاذ المشاهدين حركت تشرح لهم ببساطة كده شكل الجسر الجسر التواصل اللي حصل ما بينكم ما بين أهالينا في السودان إزاي كنا بنوصلوهم وإزاي هم قادرين يوصلو لنا وكمان يبلغوا عن المشاكل اللي بتعرضوا إليها عديتك بشكل مباشر أنا عارفة أن دي حاجة تبقى غريبة بالنسبة بالنسبة لناس كتير إنما بشكل مباشر إحنا قريدي متواصلين مع جميع الجاليات وعلى رأسها الجالية السودانية في هذه الحالة من خلال كل الجروبات اللي على الواتس أب وكافة أشكال يعني وسائط التواصل الاجتماعي بهذا بالإضافة إلى إن إحنا عندنا مركز ميتسي للطلبة الدارسين في الخارج التابع لوزارة الهجرة وده بنقدر بنقدر نتواصل ما بين اللي إحنا يعني الأعضاء هذا المركز وهما من الطلبة الدارسين في الخارج يعني هما طبعا مش كل الطلبة هما أعضاء المركز إنما هما بعض الطلبة البارزين من الطلبة المتفوقين واللي قدرنا من خلالهم إن إحنا نرتب نفسنا بمنتهى لسرعة إن إحنا نعمل فورم نحط فيها زي زي مدونة نحط فيها أساسيات المعلومات عن كل طالب ونطلب من أبنائنا إن هما يوزعوها على جميع الطلبة المصريين اللي موبدين في السودان عشان يقولولنا طبعا غير المعلومات الأساسية اللي هي عن سنهم وعن الجامعات اللي سكنين فيها كان أكتر كمان إن إحنا كنا عايزين نعرف أماكن تواجدهم في الوقت اللي هي من أول دقيقة حصل فيها النزاع لأن أماكن تواجدهم دي كانت من شأنها إن إحنا نسهل على المؤسسات المختلفة الوطنية المختلفة المصرية إن هي تقدر بالتعاون معنا إن إحنا نتواصل مع هؤلاء الأبناء في أماكن تواجدهم ونقدر إن إحنا نجليهم من أقرب النقاط اللي ما تعررتش حياتهم للخطر ممتاز أعتقد كمان حضرتك أعلنتي عن انعقاد اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين في الخارج مش بس عشان أبنائنا الطلبة في السودان لا كمان في روسيا وأوكرانيا وكل النقاط الساخنة ده صحيح حضرتك لأن إحنا الحقيقة إحنا كنا هذه اللجنة تم تشكيلها بتوجيهات من فخامة الرئيس ودي اللجنة مفروض إن هي كانت برئاسة وما زالت برئاسة وزارة الهجرة وعضوية جميع المؤسسات والوزارات المعنية والجهاد والأجهزة المعنية هدفها هي تنظيم عملية دمج الأبناء الخارجين من النزاعات طبعا هي ابتدت بأوكرانيا وبعدين تطورت ودخل فيها أبنائنا العائدين من روسيا ودلوقتي طبعا دخل فيها أبنائنا العائدين من السودان فاللجنة دي هدفها تنظيم هذا الجهد بحيث إن يعني إحنا مش بس إحنا عايزين ننقذ حياة الأبناء إحنا كمان عايزين نضمن لهم مستقبلهم الشباب اللي موجودين في السودان في حدود 6000 طالب 6000 طالب بيدرسوا في أكبر الكليات اللي موجودة هناك اللي إحنا بنسميها كليات القمة اللي هي كليات الطب البشري وكليات الهندسة وكليات العلاج الطبيعي والأسنان وما إلى ذلك فعلشان نرجحهم إحنا برضو عايزين نضمن إنهم يكون مستقبلهم مضمون والولاد ما يحسوش إن هم يعني مش عارفين يعملوا إيه هيكملوا حياتهم والحياة للتعاون اللي حضراتكم عملتوه في الوزارة مع وزارتين التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي كان ممتاز والتصريحات اللي اسمعناها من وزراء هذين الوزارتين في استقبال كل الطلبة ودمجوهم بشكل ميسر وبدون تعقيد الحقيقة كان بشرة صارة جدا لكل أهالين العائدين صحيح يا فانم صحيح يعني إحنا كنا علشان عندنا حالات سابقة قبل كده في أوكرانيا وفي روسيا فكنا مستعدين وكنا مستعدين كل اللي احنا عملناه إن احنا حاولنا نطبق نفس النماذج ونفس الأطر اللي احنا تعاملنا معاها في الحالة الأوكرانية والحالة الروسية ونعمل عرض بسرعة على مجلس الوزراء ونعمل يعني عرض بسرعة على فخامة الرئيس ونؤدي إلى إن احنا نشتغل بسرعة في نوع من أنواع القطط المستقبلية أول ما يتحرك وأول ما يرجع الأبناء فأول ما رجع الأبناء شغلنا على طول مع بعض مجلس الأعلى للجامعات برضو عقد اجتماعاته بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ومعانا وزارة التربية والتعليم من الناحية الثانية على أبنائنا العائدين من السنوية العامة برضو السودانية وأبنائنا اللي هي الدارسين في الخارج كل دول إحنا قدرنا بسرعة أن إحنا نسيطر على الموقف علشان ما يبقاش فيه أي نوع من أنواع الامثلات والولاد ما يحسوش أنه هم مش متأمنين فهو ده وهي طبعا هي زي ما بيقولوا باللغة الإنجليزية يعني هو فيه عمل بيتقدم خطوة بعد خطوة وإن شاء الله كل الأبناء العائدين يعني نطمئن عليهم في الأماكن اللي هي والكليات اللي هي توازي الكليات اللي كانوا بيدرسوا فيها بإذن الله ممتاز إحنا الحمد لله مطمئنين بشكل كبير إلى إدارة النصرية لهذه الأزمة والإن شاء الله نتمنى أنها تنتهي سريعا وبأقل الأضرار الممكنة سواء على أشقاءنا السودانيين أو على أولادنا المصريين العائدين بس في نقطة تانية كمان حابب أستغل وجود حضرتك معايا فيها ونتكلم لأننا شايف أنها نقطة مهمة وجديدة وقد تفتح باب كبير جدا 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 من أجل جذب الاستثمارات سواء الأجنبية أو المصرية المقيمة في الخارج وهي المنصة الإلكترونية اللي حضريك برضو اتكلمتي عنها وأن هي هتعمل ما يشبه عرض وبرزنتيشن لخريطة الاستثمار في مصر اللي تمكن أبناءنا المصريين في الخارج من أن هم يلاقوا فرص استثمارية ينفعوا بيها نفسهم وبلدهم أيوة أيوة الحقيقة أنه بما أنه بنوعنا وبنهتم بكافة التحديات أو المميزات اللي مفروض المصريين في الخارج يتمتعوا بيها فالملف الخاص بالاستثمار بيهم المصريين زي وزي كافة الملفات الأخرى بما فيها أفكار زي إنشاء شركة الاستثمار المصريين في الخارج بما فيها المحفزات اللي ابتدعتها وزارة الهجرة دعما للمصريين ودعما لفرص اتدقارهم واستثمارهم في مستقبل أبنائهم وأحفاتهم وما إلى ذلك فكان التطبيق الإلكتروني اللي تم البدء في التواصل مع وزارة الاتصالات وتوقيع بروتوكول معاها علشان نعمله كان بيصب في هذا الاتجاه والحقيقة التطبيق الإلكتروني ده حلمي أنا الشخصي إنه يبقى كل مواطن مصري في أي مكان كان هو موجود فيه بعيدا عن الوطن يقدر من خلاله إنه هو يتواصل بالوطن ويقدر إنه هو يستثمر في مستقبله ويقوم باستفاق أي نوع من أنواع الخدمات هو محتاجها يبقى فيه عايز تسكار الطيران على شركاته الوطنية عايز بيت يحجزه عايز أي نوع من أنواع الخدمات يبقى موجودة على هذا التطبيق بما في ذلك رغبته في إنه هو يعني يستثمر طبعا الشركة الشركة الاستثمار المصريين في الخارج اللي هو حلم من أحلام المصريين في الخارج وبقى لهم كثير بيحلموا به واللي كان أساسا صادر عن توصية من توصيات مؤتمر الكيانات اللي أنا قدرته في نسخته اللي هي كانت أول حاجة تقريبا عملتها بعد توالي هذا الملف الهام هذه الشركة إن شاء الله والشغل اللي احنا عملناه فيها والاجتماعات اللي أصمرت مع المستثمرين المصريين في الخارج ومع كافة الجهات الوطنية المعنية بإذن الله هيكون لها آيكن أو يبقى فيه نافذة من نوافذ هذا التطبيق موجود عليها الشركة وموجود عليها كيفية الاستثمار فيها طبعا إحنا بنحرص فيه لما بنتكلم عن الفرص الاستثمارية اللي موجودة في مصر بنحرص على إن إحنا طبعا نبرز الفرص الاستثمارية اللي موجودة من خلال الخريطة اللي خطاها الهيئة العامة للاستثمار الفرص الاستثمارية اللي موجودة اللي استعنى بيها من وزارة القوى وزارة القطاع الأعمال العام بسرعة جمعال الوزيرة إنه هذه المنصة وهذا التطبيق وعرض الخريطة الاستثمارية جاية في وقتها تماما مع الاجتماع العقد والنهاردة السيد الرئيس في المجلس الأعلى الاستثمار والقرارات الجريئة والممتازة اللي اتخذت اللي كمان هتحسن مناخ الاستثمار وتدي رسائل طمأنينة للمصريين في الخارج عن إزالة كل المعوقات والمكات عندهم في مناخ الاستثمار في مصر ده 100% ده مائة في المائة يعني اللي حديثك بتقوله كلام صحيح تماما لأن هم المصريين محتاجين أنه هم يشعروا بالآمان والطمأنينة هم قريبا في دول كبرى وعظمة اتأثرت تأثر كبير جدا بالأزمات الاقتصادية المتلاحقة واللي أتبحها بالطبعا الأزمة النزاع المسلح الأوكراني الروسي وما إلا زال كل هذه الأزمات قدت إلى أن الكثير من الدول الكبرى مصانحها قفلت انتاجها المحلات ما فيهاش منتجات اللي هي الأساسية الأسعار غليت جامد جدا وما إلا زالي فكل هذه الأشياء لما حصلت لهم فهم متخيلين أن اللي بيحصل عندهم هناك ده أكيد هيحصل أكتر منه هنا وخصوصا لما فيه دول كبرى يعني حضرتك عارف اتأفلت فيها وأدت إلى إفلاس بنوك في هذه الدول فإفلاس البنوك في بعض هذه الدول الكبرى اللي هما محدش يتخيل أن هي تحصل أدى إلى مخاوف وأدى إلى إضطراب في الإحساس بالاطمئنان لأي مناخ الاستثمار إحنا بنحاول بقدر الإمكان وبغض النظر عن هذه الأزمات وبغض النظر عن سلسلة الكوارث اللي عملا بتحصل عالميا بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نخطط للقادم بشكل يكون أكثر تنظيما وبشكل يكون فيه نوع من أنواع التحفيز للاستثمار والتصنيع والإنتاج يعني إحنا خرجنا من هذه الأزمات المتلاحقة بعدد من الدروس أهمها إن إحنا لازم نعتمد على نفسنا في الإنتاج لازم نعتمد على نفسنا في التصنيع لازم نعتمد على نفسنا في خلق البدائم فأعتقد اللي إحنا بنعمله دلوقتي والتخطيط الجيد لمناخ الاستثمار والتحفيز الجيد ليه يعني أشكال الاستثمار سواء المباشر أو غير المباشر هدفه إن إحنا نخلق البيئة المناسبة اللي تخلي الناس عندهم ثقة في الاقتصاد المصري وثقة في القادم وهو ده اللي إحنا بنسعى وإن شاء الله نحقيقه بإذن الله بإذن الله تحياتي مع الوزيرة وشكرا جزيلا على هذه المعلومات وشكرا جزيلا على هذه المدخلة وأرجو أن حضرتك تنقلي كل تقدير ده وتحياتنا للزملاء العاملين معك في الوزارة على هذا الجهد الملحوظ والمقدر الحقيقة ألف شكرا طيب تعالوا نروح سريعا قبل الفاصل ناخدك جولة كده إلى ما يحدث في دولة تركيا أنتوا عارفين أنه هذه الأيام تجرى فيها الانتخابات الرئاسية وفي الجولة الأولى لم يستطع أردغان حسم الانتخابات أو حسم الجولة وهناك جولة إعادة بين أردغان ومنافسه الرئيسي أردغان حصل في الجولة الأولى على 49% وقليلا مقابل منافسه الرئيسي حصل على حوالي 44% ونسبة قليلة وبالتالي ستقام جولة الإعادة بين أردغان ومنافسه الرئيسي اللي حتى شهد سخونة قد يحسمها الناخب التركي وفقا للأوضاع الحالية والأزمة الاقتصادية كمان اللي أكيد ألقت بظلالها على توجهات التصويت التركي دخل الرئيس التركي رجب طيب أردغان في أصعب اختبار سياسي خلال عقدين بعدما أخفق في تحقيق الفوز على منافسه مرشح المعارضة كمال كليجدار أغلو وللمرة الأولى في تاريخ تركيا ستجرى انتخابات الإعادة في 28 من مايو الجاري حيث أظهرت النتائج شبه الكاملة لأهم انتخابات تشهدها تركيا في حقبة ما بعد السلطنة العثمانية أن أردغان الذي يحكم قبضته على السلطة منذ عام 2003 ولم يهزم في أكثر من عشرة انتخابات وطنية أخفق بفارق طفيف عن تحقيق نسبة 50% المطلوبة زائد صوت واحد وأعلنت هيئة الانتخابات التركية أن أردغان حصل على 49.4% مقابل 44.96% لكليجدار أغلو وكانت نسبة التصويت لصالح أردغان ترجعت إلى أقل من 50% من الأصوات بعد فرز أكثر من 98% من الأصوات وهذا وفقا لما أعلنته وكانت أنباء الأنضول الحكومية وللفوز في الانتخابات الرئاسية يجب أن يحصل أحد المرشحين الرئيسيين على أغلبية 50% من الأصوات زائد واحد وهو ما لم يتحقق حتى الآن لأي من المرشحين بعد فرز أكثر من 98% من الأصوات ووفقا لخبراء ومفكرين سياسيين فإن نتائج الانتخابات أدت إلى ذلك لأعتبارات عديدة أولها أن أردغان بدأ ينزف أصوات كانت موجهة إليه في الانتخابات الصادقة وهي المرأة والأقراد والشباب وأحدث تحول في تصويت هؤلاء لمصلحة كمال كيلتشدار أغلو لأن أردغان عجز عن التواصل معهم وكسب رضائهم وبالتالي كسبهم أغلو وهذه الفئات صوتوا لصالح أغلو فالشباب بـ 6 مليون والمرأة 51 مليون والأقراد من 15 إلى 20 مليون وهذه القوة بدأ يفقدهم أردغان بشكل كبير الأمر الآخر كان تفتيت الأصوات بمعنى أن المرشح الثالث سنان أغان حصل على 6% كان من الممكن أن توزع هذه الأصوات على أردغان وكمال كيلتشدار أغلو ولو كان أردغان حصل منهم على 2% فقط كانت الانتخابات حسيمة ولكن تصويت 6% عطلت الحسم 50 زائد 1 التزام الظل وعدم التعارض لآشعة الشمس المباشرة وتناول الكثير من السوائل خلال ساعة النهار وارتداء الملابس القطنية نهارا وأغطية الرأس للحماية من آشعة الشمس هذا ما نصح به هيئة الأرصاد الجوية بعد أن كشفت أن التوزيعات الضغطية تشير إلى بداية نشاط منخفض البحر الأحمر والمعروف بمنخفض السودان الموسمية الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة على كل الأنحاء وتتعرض البلاد لارتفاع جديد في درجات الحرارة على كل الأنحاء بسبب سيطرة كتلة هوائية ساخنة لمنخفض السودان الموسمية وتبلغ الحرارة ذروتها يوم الأربعاء لتسجل محافظة الصعيد 40 درجة مئوية خلال ساعة النهارة وحول أسباب تسميته بمنخفض السودان الموسمية أرجع خبراء الأرصاد الجوية ذلك لأن مركز نشأته السودان وأضحت الأرصاد أن التقص في فصل الربيع متقلب لأنه من الفصول الانتقالية ويتميز بالترعب الأحوال الجوية ونتعرض فيها لمنخفضات جوية تسبب ارتفاع في درجات الحرارة ولكن إذا قابلت منخفضا باردا في طبقات الجو العليا تؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة التي قد تصل إلى حد سيول في الأماكن المحاطة بالجبال ونصح خبراء الأرصاد الجوية قائد السيارات بتهديئة السرعة عند القيادة على الطرق الزراعية والسريعة وتشغيل كشافات السيارات وترك مسافات أمينة بين السيارات والحفاظ على سلامة المرة والركابة خلوا بالكوا بكرة حر نار حيث الأرصاد بتقول إن في موجة ساخنة هتبقى ذروتها بكرة الأربع ودرجات الحرارة زي ما اسمعنا كده هتلامس لاربعين وعشان أبشركم وأطمنكم أربعين دي بتبقى فين لا المتكلم جو أربعين دي بتبقى فين في الضل يعني اللي يلاقي في عربيت ودرجة الحرارة 45 و46 و46 ما يقولش إيه ده ده نصبت حك علينا في الضل ممكن توصل ل37 و37 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 و40 في بعض المحافظات ده معناها إنها في الشمس لما تبقى عربيتك في الشمس أو أنت وقف في الشمس هتبقى درجة الحرارة إحساسك بيها أعلى بكتير فبالتالي خلوا بالكو بكرة الجو صعب أرجو عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل كبير اللي عنده مشاوير تبقى أقربها في الأماكن المضللة يعني وما تعرضوش نفسكم للشمس المباشر عشان ضربة الشمس أو الأثار السلبية الصعبة ربنا يعدي الأيام على خير بس كويس عشان نبتلي ناخد كده على الصيف اللي اتأخر يعني بصراحة طيب انتوا عارفين ان امتحانات السنوية العامة قرب يتعلب واب وفيه نوعين من ولادنا وهم دقنيع السنوية العامة فيه النسبة الكبيرة اللي هم دلوقتي عمين يذكروا ويشدوا حيلهم ويوصلوا الليل والنهار وبيأكلوا الكتب أكل عشان يستعدوا للامتحان عن طريق الايه عن طريق المذاكرة وفيه نسبة اللي هي مكبرت مخة وتقول لك احنا بنعدي بالايه بالغش اهي النسبة دي انا بحذرهم السنوية وبيقول لهم خلوا بالكوا كويس قوي اللي كان بيحصل السنين اللي فاتت مش هيحصل السنوية دي واللي كان ممكن يساعدكوا على ان انتوا تغشوا وما تتقفشوش في سنوات قبل كده اعتقد انه مش هيبقى متوفر السنة دي هتقولولي ايه يعني ايه الفرق هقول لكم ايه الفرق وزارة التربية والتعليم اعلنت عن عشر اجراءات جديدة لمكافحة ومقاومة الغش في الثانوية العامة هذا العام لما تسمعوها انا رأي انا رأي ان انتوا تروحوا تسلموا نفسكم من دلوقتي احسن يعني بدل ما نروح ونحاول نغش شو بتاعه ومنظرك وحش وتمسك وتنكلب شو بتاع انا رأي من دلوقتي تروح تسلم نفسك ما براحتك واحد اعادة تدوير العمال داخل الادارات في لجان السنوية العامة لمنع الغش يعني ايه تدوير العمال يعني العامل اللي موجود طول الوقت في حتة وانت عارفوا بينكم مش هتلاقيه راح هتلاقي واحد اول مرة تشوفوا في وشك ويسلم عليك ويقول لك مساء الخيرة انا نتفضل انا مستنيك اتنين منع تحويلات الطلاب واستبعاد اللجان التي شهدت شغب او غش العامل الماضي اي حاجة السنة اللي فاتت كان فيها سنة لبش شكرا تلاتة وضع كاميرات مرأبة باللجان يعني مش كفاية كاميرات الشوارع والحزام والبتالي لا كاميرات مرأبة في اللجان لرصد اي محاولة للغش وايقافها لحظة حدوثها يعني حضرتك وانت قاعد في اللجنة منت رائب بايه مش بالمرائب بالكاميرات اربعة تفتيش الطلاب قبل دخولهم لجل الامتحانات وبعد دخول اللجنة وقبل بداية الاختبار يعني مش ممكن تتفتش بعد انت تخش بقى تكون مخاب بحاجة لا وقت تدخل المدرسة او المقار ولما تخش اللجنة وقبل ما يسلمك الورقة كمان حيفتشك تاني حاجة يعني عظمة وضع بار كود على كراسة الاسئلة تكشف هوية اي طالب يحاول يغش منع دخول اي وسيلة غش سواء الكترونية او تقليدية منع حياز التليفون المحمول داخل اللجان الامتحانية تجديد الملاحظة ومقابلة اللجان التصدي للغش بكل الوسائل والادوات وابلاغ الجهات المسؤولة لغلق الصفحات المسؤولة عن تداول اي اسئلة امتحانات الثانوية العامة وبعض الاجراءات الاخرى التي سيتم الاعلان عنها في حينها تروح سلل نفسك اسمع منك سهل يا فاشحك تروح سلل نفسك من دلوقتي تقول الجماعة انا مش عارف ايش او تعمل ايه صح روش كباية شاي ودعوات ماما الحلوة وذاكر ادعيلي يا امي وذاكر ان شاء الله ربنا يكرمك الحلال مفيش احسن منه لانك مش هتعرف تعمل الحرام خلاص افلت طيب تعالوا نروح لتقرير عن رصد جولات وجلسات الحوار الوطني اللي انعقدت اول امبرح يوم الحد وتواصلت النهاردة كمان يوم الثلاثاء جلسات الحوار الوطني اللي بتناقش اولويات السياسة المصرية في الاقتصاد وفي الاجتماع وفي الاستثمار وفي كل اهتمامات المواطن المصري منه للفاصل وبعد الفاصل فقرة حوارية مهمة جدا عنوانها اذهب الميلاد الحقيقي للحوار الوطني واكبر رد على المشككين هكذا وصفت جلسات الحوار الوطني التي انطلقت بلجان مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي وحقوق الانسان والحريات العامة والنقابات والمجتمع الاهلية من اصل خمس ليجان وشهدت الجلسة النقاشية الاولى مناقشة موسعة حول تعديل النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية وقانون مجلس النواب ومناقشة قضيتين القضاء على كل اشكال التمييز وقضية تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق الاهداف المستدامة فضلا عن جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات ووفق لما قاله دياء رشوان المنصق العام للحوار الوطنية فان مقاصد الدستور هي التي تحدد الطريق الذي ننتهجه حيث نصت المادة الاولى للدستور على ان الدولة ذات السيادة تقوم على اساس الموطنة وسيادة القانون فوفقا لما اكدت عليه عدد من القيادات الحزبية خلال الجلسة فان مصر شهدت على مدار مئة وستين عام تطبيق انظمة انتخابية متعددة المزيج والفرد والمستقل والقوائم المطلقة والنسبية والاقتراع المباشر وغير المباشر وان كل نضعم له مزاياها وعيوبها وما نبحث عنه اليوم هو الانسب للظرف الراهن وللجمهورية الجديدة وكيف ندخل هذه الجمهورية باحزاب وبرلمانات قوية تعبر عن واقع الشارع المصري وتحل الازمات العديدة التي شهدها المواطن خلال الفترة الماضية كما انطلقت ايضا اولى الجلسات النقاشية لليجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطنية وناقشت لجنة العدالة الاجتماعية في جلستها الاولى قضية برامج الحماية الاجتماعية والوضع الراهن والتطورات الجديدة وهذا بالتزامن مع مناقشة لجنة السياحة في جلستها الاولى صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها وافقى لما قاله المستشار محمود فوزي رئيس الامان الفنية بالحوار الوطنية فان الحوار مبني على الايمان بالدستور والانتماء للوطن واحترام مؤسسات الدولة لاستكمال مسيرة الاصلاح واكد على ان نجاح الحوار الوطني مسئولية الجميع وليس ساحة للمناظرات فيشكل الحوار الوطني مرحلة هامة في مصاري تحول الديمقراطي في مصر وخطوة جادة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة جمهورية تحترم الجميع وتترك مساحة للاختلاف والنقاش حول اهم القضايا والمشاكل والتحديات وسبل التعامل معها من اجل تحقيق مستقبل افضل ومن هذا المنطلق جاء الحوار الوطني ليشمل كل فصائل المجتمع المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفتح باب التحور امام كل الاختلافات لوضع خريطة لاولويات العمل الوطنية والعمل على تخطي ما يواجهه من تحديات ولذلك جاءت معايير حرية التعبير والتنوع والتعددية والشفافية كسمات اساسية لفلسفة عمل الحوار الوطنية اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل زي ما نوهت لحضراتكم قبل الفاصل عندي فقرة حوارية رئيسية النهار ده في اخر النهار مهمة جدا لانها متعلقة تقريبا تقريبا باهم سلعة ربنا خلقها في الكون منذ بدء الخليقة وهي السلعة التي لا تبور ولا الحاجات اللي بيقولها وراء بعض وهي الذهم فبالتالي كل الناس اللي بتفهم الدهب واللي بتحب الدهب واللي مهتمة في الدهب واللي بتشتغل في الدهب واللي عايزة تستثمر في الدهب يهتموا بهذا الحوار وكمان بخلاف دول انا بقول لكم التانيين يهتموا كمان بالحوار لانه الذهب معيار مهم جدا لمستوى حياتنا سواء دلوقتي او خلال الايام اللي جاي فهنا اول بس ارحب بضيفي العزيز اللي مشرفني ومنورني في استوديو اخر النهار على الهواء مباشرة من استاذ ايهاب وصفي عايش عشو التايتل قال لي بالتحديد رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادم الثمينة والتعديد بالتحاد الصناعات اهلا بك مساء الورد اهلا بك منوري اهب وشكرا على تلبية دعوتنا فانا عارف ان حالك مقل شوى في الظهور في فترة الاخيرة بس شاكرين قبول الدعوة انت معايا انه الدهب طول الوقت مهم بس اليومين دول مهمة قوي ان احنا نفهم ايه اللي بيحصل ورايح فين وجاي منين لانه بخلاف هو سلعة ومعدن ثمين هو كمان معيار لحاجات كتير صح نظبط طيب لغير المتخصصين من امثالي قبل ما نخش في التفاصيل اشرح للناس ليه الدهب مهم كده وليه هو طول الوقت معيار يحدث ثراء الافراد او حتى الدول هو الدهب مهم لانه النهاردة احنا بقينا لو بصنا على الاقتصاد العالمي احنا بنلاقي رسك في بعض الدول او بعض العملات الرئيسية في العالم زي الفرانك سويسري زي الدولار الامريكي وده اتضح بالاخص في الفترة اللي البنوك واعت فيها في سويسرا او امريكا صح حصل دوت او شك شك في العملة نفسها انخفاض وارتفاع الدولار الامريكي وهو العملة الرئيسية نقدر نقول نمر واحد في العالم لكل الانفاسترز المستثمرين انهم شكوا في قوة الدولار لحد النهاردة في شك في قوة الدولار يمكن من الساعات قليلة بس اللي ابتدى وضع الدولار يتحسن بعد تقرير اقتصادية بتقول ان التضخم ابتدى يتباطئ هناك في امريكا فده اللي بيخلينا ان احنا نقول انه لا الملازل الامن مش هو العملة الرئيسية مش هو العملة التانية الرئيسية زي ديورو مش هو الفرانك السويسري لا الملازل الامن للاستثمار هو الدحب وهو طول عمره الملازل الامن للاستثمار وهو من زمان الحقيقة مش من زمان اوي من ايام الفرعنة لا ما كنتش متابع من فرعنة بس على اقل لحد النص التاني من القرن اللي فات وكان اقتصاد الدول يقاس بقوته بمدى احتياطي الدهب اللي عندها مش باحتياطي العملة بالزبط لحد الحرب العالمية التانية صحيح والنهاردة احنا بنلاقي قوة هنخش شوية سمن السياسة مش هنغوط فيها لا نخش بنلاقي قوة تانية مجابهة للدولار الامريكي وهي البريكس اه مصبو ودي الخطوة هو فيه ما يشبع عشان برضو الناس وانا اشكرك على هذه الاشارة فيه بصفة عامة مش بس البريكس فيه اتجاه عالمي ليه العارفين بالبلد كما عزيه كن الناس تفوق هو احنا ليه ربطين حياتنا واقتصادنا وتعاملاتنا التجارية في كل دول العالم بعملة تخدم دولة واحدة بس وهي الدولار فبالتالي لا احنا الدولار لن يكون معيارا للتعامل يعني انا والاستاذ الهاب بنتعامل بمشتري منه امريكا بتكسب لان انا نتعامل بالعملة بتاعت امريكا مزبوط انا بالروبل والصين اللي عايز تعمل معنا يتعامل معنا بليوان فبالتالي الطلب على الدولار عالميا على نهاية هذا العام حيبقى في اضعف حالاته وده اللي يمكن امريكا ممكن تعرض الحرب بسبب لانه حيدبر اقتصادها مزبوط ده اللي حالك تشير ايديه وبرضو احنا بنتكلم في الحربة اللي فاتت اللي هي بنتكلم من خمس سنين فاته حرب التجارية الامريكية الصينية صحيح ده برضو اثر على العملة الامريكية فخلى المستثمر مش دور المستثمر ده يكون في امريكا بس ولا في مصر المستثمر في العالم كله مزبوط بقى عنده هزيتيشن عنده بلبلة من ناحية ان هو يحط امته في الدولار فابتدى يحط نفسه في الملازل الامن اذا بناء على هذا الشرح فكرة الرهانة عن العملات خلاص بيختفي ويعود الى الذهب مزبوط فاصل ونرجع بقى نتكلم في الذهب وحلوة الذهب وجمال الذهب طعم الفاصل اهلا بحضراتكم مرة تانية رجعنا بعد الفاصل دردشت انا وضيفي العزيز الاستاذ ايهاب قبل الفاصل عن الوضع العالمي سواء اقتصاديا او سياسيا وازاي ان الاوضاع اللي شرحناها ببساطة كده حتؤدي في النهاية الى قلة الرهان وقلة الاعتماد على العملات بصفة عامة والدولار بصفة خاصة والعودة الى الرهان الاصلي القديم الاكثر امانا واستقرارا وهو الذهب السؤال هنا عايزين بيكلم على مستوين ايهابي الدهب عالميا والدهب فواصل تمام هل احنا مربوطين بالدهب عالميا هل احنا لنا علاقة بسوء الدهب ببورسة الدهب لان الحياة المواطن البسيط واللي زي غير متخصب ببص لا اسعار بره واسعار هنا الدنيا مشيها في حيطة بره دنيا مشيها في حيطة هنا تحس انحنا نتخلف سلعيتين مختلفتين انا هشرحها لحضرتك احنا محددات السعر بالنسبة لنا هما التلاتة انا دايما بقولهم السعر البورسة العالمية السعر صار في الجنيه امام الدولار وعوامل العرض والطلب طول عمرنا مشيين اللي بيحركنا في الاساس وكان اقل حاجة بتحركنا كان عامل العرض والطلب الى من فيه خلال الاربع خمس شهور اللي فاتوا بقينا اهضرنا النظر الى البورسة العالمية اهضرنا النظر الى سعر صار في الدولار وكان الفوكس بتاعنا كله على العرض والطلب في السوء المحلي احنا كقطاع احنا ما بنستوردش الدهب ومش معقولة انا في الظروف الاقتصادية اللي بيمر بيها العالم مش بس مصر خلينا بنقولها العالم ككل اجي انا كقطاع اطالب الدولة ان هي تستوردلي دهب وهي الدولة يدوب يعني بتمشي نفسها في ظل ظروف الانتزاماتها الاساسية بالعافية في ظل ظروف الحرب الروسية الاوكرانية بس دي نوع طبعا ان حرككم قطاع الصناعي ما بتستوردوش دهب ما بنستوردش دهب فيه طبعا بعض القطاعات الاخرى بتشتغل على الدهب المستورد لكن انتو بتحاولوا قدر امكان تستخدموا المنتج المحلي بالزبط فاحنا الفوكس بتاعنا كان العرض والطالب الدماند والسبلاي اللي حصل خليني اتكلم في ابسط مثل حصل وبالتحديد يوم اربعة خمسة وخمسة خمسة تلاتة خمسة ايه بالزبط تلاتة خمسة واربعة خمسة وخمسة خمسة اليوم ده حصل فيه التلات ايام دول حصل فيهم عندنا حاجتين مهمين البرشة العالمية ارتفعت لأعلى نقطة لها خلال الفترة الاخيرة دي اتوصلنا لالفين وستين دولار للوقية وده كان يعتبر نقدر نقول النقطة البيك اللي تحت الأعلى نقطة وصلها الدهب الفين الفين وستين دولار للوقية دولار للوقية الوحدة تمام وتدافع المواطنين بشكل شرح جدا 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 على شراء الدهب ده ادى الى ارتفاع سعر الدهب لأعلى نقطة في تاريخه اللي هي كانت الفين وثمينمائة جنيه للجرام عيار واحد عشرين صح هو فيه فعلا زي ما حالك قلت كده فيه كم يوم فيه اسبوع تقريبا هو هما بالزبط الاسبوع ده اقسم بالله محلات الدهب كتعاملة زي جمعيات تعاونية بالزبط هو يوم تلاتة خمسة واربعة خمسة وخمسة خمسة اربع خمسة جمعة احنا لدرجة ان ما كانش فيه واخد بال حضرتك ده ما كانش تدافع من المواطنين للشراء الدهب كزينة كان تدافع المواطنين للشراء الدهب شراء استثماري بحث يشتروا سبايك وجنيهات اكتر كمان وده اصلا توجه غلط يعني انا عادة اقتصاديا انا مش المفروض اشتري عند البيك بوينت صح عمري ما فيه حد بيشتري احنا يمكن بنقول للناس يا جماعة ده اعلى نقطة للدهب تخيل المواطن ان هو انا بشكرك على النقطة المهمة دي لان دي معلومات تفقيفية مهمة للناس عشان حتى اللي اتقرصوا لان اخد بالك في ناس كتير اتقرصوا يشتري اول الشهر ب2800 جنيه النهاردة بيعات لانهم ب2800 مزبوط فيه 600 جنيه في الجرام مزبوط لان تعويرها جمدة جدا ربنا يعافيهم بس هو السؤال المهم ما هو انت انا ما بتلاقي حاجة بتطلع انت متخصص ممكن تبعارف ان دي البيك بوينت او دي نقطة الزروة انا عرفها من ايه انا شايف النهاردة بيطلع الجنيه بكرا بيطلع على 50 ارش بيطلع 40 ارش فباخد بعضي وانزل الحق في المركب اللي طلعها دي اتشفت بقى ان في الحظ اللي انا بيشتري فيه هو دا البيك بوينت او الزروة والنزول حيبنى هي الدنيا ما بقتش بعيدة عننا كل اي حد فينا يقدر يحط على جوجل اعلى نقطة لسعر الدهب في مصر هيقدر يعرف ان هي دي اعلى نقطة من شدين نقطة اللي يشتري فيها دا ايك نعمل يعني انا عايز لك بس اطراعي ان كتير مننا او مش متخصصين فيه ناس بيخشوا البورصة بيخشوا الدهب بيخشوا كده لو معاقرش انت حوشة صغيرة وعايز يعمل المكسب بالزبط زايد ان عندنا نقطة تانية هي التوجه الخطر للاستثمار احنا كمصريين عارفين ان الدهب اجدي كلمتي الدهب زينة وخزينة تمام كده بقى وخزينة بس مش زينة طيب يعني الست تلبس الدهب تتزين به وهو مصنعية المنتج المصري مش بعيدة عن مصنعية السبيكة مش بعيدة خالص بس هما عارف حضرتك الحافظ مش فاهمة اه كل الناس يقولك لا يا عم نخسر المصنعية بالزبط مع ان مصنعية المنتج المحلي النهاردة المنتج المحلي عالمي انا بقولها لحضرتك كرئيس شعبة صناعة وقولك المنتج المحلي النهاردة عالمي يقدر يوصل العالمية فبالتالي حالك بتنصح انه فكرة الهلع من خفر خسارة المصنعية ده مش موجود ولدي زي دي فاستفيد به بدل ما تخزنه بس حتى لو مش زي بعض هم قريبين لبعض مش بعاد عن بعض فالنهاردة انت اشتريت ذهب اشتريت سبايك خزنتها ما استفدتش بيهم حتى ان انت تفرح الناس في البيت كمان ما فرحتهمش يعني انت نكدت عليهم بكل المقيس طيب رجعنا ليه تلات يام المحورين اللي انت قلت عليهم اللي حصل فيهم ارتفاع في الاوقية في بورصة الدهب العالمية والاقبال التاريخي من المصريين هنا على محلات الدهب ده عمل ايه في السوق بقى انخفاض في المعروض انخفاض رهيب تمام ارتفاع كبير في الطلب وعايز اقول لحضرتك ان زي ما فيه مشتري طماع كان فيه بايع طماع صحيح يعني في الوقت ده احنا كان عندنا شح بمعنى كلمة شح في الدهب في الفترة دي قبلها وبعدها كمان اه شح في معروض الدهب ادى لزيادة الارتفاعات المتتالية في اسعار الدهب كويس واخد بقى لحضرتك طبعا في حاجة هنا بقى انا مش فهمها في ظل حاجة قلتوا الارتفاع بورصة الدهب العالمية وانه اه وصل الجرامب واحد وعشرين لالفين وتبنون ومتبنون ومتبنون وخمسين كمان في بعض الايام واقبال تاريخي وما زال الاقبال مستمر يعني الناس فضلت وقتها تطلب تطلب ثم فجئنا بالكرف تحت بعين الطلب لسه موجود والعرض قليل هو في حاجة في الاقتصاد احنا بنسميها لم سوب لم سوب اللي هو الناس بتبتدي تلاقي انه انا ده نقطة دي انا ما كنتش احلم بيها يبتدي بيع سنة بداية البيع عند المواطن عند المواطن العادي انا مش بتكلم على بداية البيع عند المواطن العادي قدت لانخفاض تدريجي في السعر فده ما دفع بعض المواطنين التانيين انه هو ايه ده لا ده بتدى ينزل فبتدوا يتدفعوا اللي خد وقت الصعود زي باسم بقى 2500 لما لقى 1800 راح باع بالزبط واللي خد بقى 1800 لما لقى 1800 راح باع بالزبط اوكي دول الناس اللي عايزة مكسب السريع ومش ضمنا النوع على اكتر منك بالزبط مفهوم فابتدى يحصل سلوبينج داون اه ونحنى لأصعاب ده كويس ده ساهم فيه بقى القرار بتاع الحكومة اللي هو اكيد لا لا اكيد اكيد واحنا كنا لغاء الرسوب والجبارك اه احنا كشعبة كان يمكن المقترح كان شعبة تجارة وصناعة بس اللي احنا كشعبة صناعة احنا كان عندنا بعض التحفزات اه شوية احنا القرار قرار مهم وجيه في الوقت المناسب وقرار يدعم الصناعة او يدعم السوق الاسواق الدهب يعمل لها بالانسنج صحيح ما بين الديماند والسابلاي اللي هو العرض والطلب وفي نفس الوقت بس احنا كنا حطين بعض المحددات في مقترحات طب الاول بس عشان اه انا مش بزنقك والله بس عشان بس اتأكد من شفافية ما تقول انت مصنع نذهب صح اه المفروض انه الاجراءات الحماية اللي كتعاملها الحكومة انها بقى في جمالك ونسومه وكده كنت انت تبقى مصود فيها لانه بيحميك شوية ويخلي المواطق فاهم اه 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 انا هجل حضرتك فالما فوق انت بتبقىش فرحة يعني ممكن المستورد ممكن اللي بيجيب دهب من بره بفرحة جدا سواء اه تاجر او فرد لكن المصنع يتدايق من ازالة الرسول هو على فكرة انا انا نائب رئيس شعبة اه تجارة القاهرة كمان بالاضافة لي ان انا فانا بتكلم تجارة الصناعة انا هقول لحضرتك المحددات اللي حطتها شعبة الصناعة طبيعي بالتنصيق مع الغرفة اه ان احنا كنا بنقول العاملين بالخارج يعني هو جاي من الخارج ومعها عقد عمل او معها تصريح عمل في الخارج تمام اه كنا بنتكلم في ميت جرام للفرد مرة واحدة سنويا اه بحيث ان الافريج السالري الراتب الشهري للفرد هو ستمائة دولار يعني لو ضربناهم في اتناشر يعملوا سبعة تلاف ومتين دولار لو جبنا كل اللي هو حوشه يعملوا ميت جرام يبقى هم دول اه تمام وحددنا نقطة مهمة جدا وهدي دي اللي عندنا السن التحفظ عليها كشعبة هي ان اللي يجيبه يجيب سبايك او جنيهات ما يجيبش مشغول وده كان لحماية الصناعة المحلية كويس اللي احنا النهاردة بقول لحضرتك احنا المنتج المصري منتج عالمي بدليل ان احنا من شهر 11 لحد دلوقتي ابتدينا نصدر لكذا دولة وانا اشتر حال ان احنا بعدنا انتج ده كان ده كان ده كان تعهدي لما استلمت لشعبة الصناعة ده كان اول تعهد انا حطيته و اه شبه ان انا قدمت التعهد ده و انا رفعت اقدر اقول اه طبعا بالتنصيق مع مصلحة الدمغة ووزارة التموين قدرنا نرفع نفسنا من ان احنا الاثنين وتمانين على العالم في تصدير المشغلات ليه ال67 يمكن هقول لحضرتك ان على اخر السنة دي احنا هنخش في العشرين تلاتين الاوائل على العالم على خمسة وعشرين دي خطتي خمسة وعشرين ان انا هكون محطوط اساسي في العشرين الاوائل ان شاء الله تمام طيب بس هرجع لنقطة احداك قلت انه خليكم ملاحظات بس الكلام ده لو قررت عمل بتاع الحكومة عشان بس شعبة الصناعة والمصنعين لكن زي ما حقلت في الاول القرار معمول عشان بالانسينج او توازن سوء الدهب كله بما في ذلك مصنعين بما في ذلك تجار بما في ذلك افراد ما هو ما تنساش كل واحد فينا عايز القرار الحكومي يطلع على هواه طبيعي طبعا لكن في النهاية انت خدت حتة والتاجر خد حتة المستورة خد حتة والفرد اللي بيشتغل برا خد حتة انت عايزش يجيب ويكسب وماله فانا قصدي انه ما تبقاش دايما زاوية واحدة ما هي بالزبط فاحنا كشعبة صناعة يمكن احنا بقالنا تلت ايام اجتماعات طرقة وامبارح كنا كنا في اجتماع مع معالي الوزير عالي المصالحي قبل امبارح كنا مع اللوة عماد الالفي رئيس غرفة صناعات المعدنية قبلها كنا مع اللوة احمد سليمان رئيس غرفة الدور الموزين على اساس ان احنا بنتناقش في القرار والبوزيتف بوينتز والناغاتف بوينتز او البروزين كونتز اللي هي اللي نقدر نقول ان هي الاجابيات والسلبيات تمام احنا لقينا ان فيه سلبية بس اتفقنا وحطينا في نفسنا ان احنا هنتفرج على الدنيا هتحصل فيها ايه خصوصا القرار الحكومي ده ستتشهر مزبوط بس احنا خصوصا القرار طالع انه لمدة ستة اشهر الغاء الرسوم والدنيا احنا عندنا احنا عندنا تقريبا شهر هنرائب فيه الموقف هنرفع اذا فيه توصيات وتوصيات توصيات هنرفعها للغرفة والوزارة ان فيه كزا لان احنا دور الشعبة هو الحفاظ على الصناعة ان احنا نحافظ على العمال اللي شغالين في المصانع وان احنا نطور الصناعة بتاعتنا او ان احنا نقدر نوصل بيها يعني ما كامل احترامي طبعا ليه للقطاع الصناعي ما اعتقدش ان فيه تحديد يمثل صناعة الدهب ولا العمال هو بس فيه فيه نقطة حضرتك لازم تاخد بلك منها والمشاهد لازم ياخد بلك طبعا احنا اخناه على موسم حج موسم حج كويس فالناس اللي طلع موسم الحج دي هتجيبوه تيجي طبعا طيب ما هو خليهم ييجوا اهلا ويقصوا ويجيبوا مش هيكسبوا ليه السعودية المصنعيات في السعودية تقريبا خمس او ست اضعاف المنتج الموسكي كمصنعية كمصنعية ودي بيضاف سعر الدهب النهاردة احنا النهاردة تقريبا يعتبر قريبين على بعض الى نسبة كبيرة جدا احنا للسعودية طبعا 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 النفس الكلام ما احنا قربنا خلاص من السعر العالمي يعني خلاص احنا بقلنا دلوقتي يمكن اسبوع عمليين بننزل ننزل احنا دلوقتي وصلنا ل22110 قبل ما يخش على طول طبعا قرار زبط او طبعا زبط خليك قريب لسعر العالمي يعني خليك مع الناس هو حاجتين قبلك انا فيه شخص صديقي اماراتي كان بيجان يقول لي وازاي الدهب عندك كده يعني الدهب ده اصبا ما يفعش لوحدكم بعدكم سعر ده سعر العالمية كل دول العالم ماشي على زعر انت لوحدين بتقولوا لا والله عندنا الدهب ضعف هما فيه حاجتين خدموا لنزول السعر اللم السوق اللي انا قلت لحضرتك عليه ده ادى البيع بعض الاشخاص وبعد كده الناس ابتدت يعني اللي هو كان مستني ان هو يبيع ابتدى ان هو يبيع تمام والقرار فالناس ابتدت فيه ناس بتفكر فقال لا ده انا لو استنيت القرار والدهب اتعرض في السوق بكميات كبيرة يبقى الدهب سعره هينزل اكتر من كده فدول الحاجتين الوحيدين اللي نقدر نقول ان هما سهموا في زبط السوق مليون في الماء القصة بقى الجديدة اللي تم اعلان عنها هذا الاسبوع وهي برسة الذهب او المنصة بتاعت بورسة بتاعت بدل ما انا مش عارف طبعا تحت بقى مش طايق الموضوع ده اللي هو ان بدل ما شتني دهب لا انا ممكن استثمر في الدهب من خلال اوراق مليئ اول حاجة انا راجل اقتصاد دي دراستي ولكن المهنتي هي مهنتي قبضا عن جدا انا رابع جيل في المهنة حلو اذا بنتكلم اقتصاديا فيه فجوة عندنا فيه التطبيق الموضوع السندوق الاستثماري احنا البورسة المصرية بتشتغل من الساعة 8 صباحا لحد الساعة 2 دهر صح التداول يعني التداول ده بيكون الحركة الاساسية للدهب بتحصل في وقت بورسة نيويورك اللي هي بتفتح بتوقيت مصر الساعة 3 ونص عصر تمام احنا اذا بنتكلم في الفترة الصباحية ان هيحصل تداول وبعدين السعر اللي كانت بيهه سعر استرشادي فالتداول اللي هيحصل ده نص اليوم ومش تداول اليوم كامل وبعدين هال المنتالي بتاعت احنا بعلمني الاول قبل ما نخش في المنتاليتي هي احنا نعرف ان الاستثمار في الدهب برد بورسة احنا بيكرب دهب بلدتي انا بشتري فلوس بشتري بيدفع فلوس بياخد دهب ان ده استثمار شوية طويل المدى مزبوط يعني مبشتريش سبيكة واعرضها تاني يوم للبيع مزبوط انا بجيبها واعرض بها سنة سنتين تلاتة انا ورزقي وبعدين مكسب ربنا هو اللي بيكتبه في البورسة بقى المفروض المنطق يقول انه برضو مفيش حاجة اسمها ان انا ابيع واشتري بعد نص ساعة لا ده المفروض انا بشتري وعلى الاقل بعد اسبوع اسبوعين تلاتة شهر ولا ايه مزبوط ده مختلف في البورسة مزبوط مزبوط المفروض يعني الدهب مفيهوش لفكرة الحاجة السريعة اللي بتحصل للدهب المفروض ان احنا لو عايزين نمشي بالنمط بتاع البورسات العالمية الحركات السريعة للدهب هي اللي هتودينا للمكسب او للخصص هل انا اقتنع ان انا اشتريت دهب عبارة عن ورقة ولكن هما قالوا هما عشان المنطلات برضو بتاع الدهب بتاع الدهب ما بيهزر بتاع الدهب لازم يكررهاك في الورق لا 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 بالعكس احنا على فكرة مش حاجة حلوة ولا وحشة هو ده شيء طبيعي يعني في النهاية انت مقتنع بشيء وتشتغل فيه وطول الوقت ضامن ان هو السبار الامن فطبيعا ان انت تبقى منحزن الفكرة دي وما عنديش اي مشاكل مع اتجاه تركين حضرتك بالزبط فاحنا مبارح يمكن حتى كنا في اجتماع الاجتماع ده احنا قررنا فيه ان احنا برضو هنشاهد الموقف تمام احنا عادة ما بناخدش قرارات سريعة كشعبة او قرارات سلبية اي بالزبط فقلنا ان احنا هنشوف هنرأي بالموقف برضو يعني فكرة هالي من ممكن ممكن يعمل انتعاشة كبيرة قوي في سوق الدهب وفي صناعة الدهب كمان احنا بس انت حتضم في رأيي بس في رأيي انت حتضم شريحة كبيرة جدا من اللي كانت مش موجودة في مجال سوق الدهب سواء صناعة او تجارة او شارعا مفيش بيت في مصر ياخله من الدهب لأ انا بعتقد على الحتة دي احنا اذا خدت تعتبرني بيت في مصر انا لعمري استثمرت في الدهب ولا اعرف يعني ايه سبيك ولا اعرف كذا اخري كنت منزل اكه عشان اجيب غويشة كذا بس عمري ما فكرت انا بقى جيبها عشان ازالها يغلق انا بقى جيبها لان بتضرب من المدى بس انا مجبتش بس طب اهي بقى اهي دي الزينة ايه دي الزينة اهي فرحيت انا خسبت ايه مفيش بيت لا لا ده طبعا مخزون مخزون اه هو فعلا مخزون بس مخزون ومقفول علي بسمع علي فلا هو انا انا في رأيي الشخصي ان الشرط دهب كزينة او كاللبس ده يعني نخدها في حتة بعيدة عن القصصات شوية هو زينة المرأة هو بيبين يظهر جمال المرأة طبعا طبعا فلما حضرتك تقولي ان انا اشتريت دهب واشتريته طلع معايا في الاخر ورقة يبقى ما انا يعني ما عملناش حاجة والله لو انا دي كسبتني يا سيد اهاب انا ممكن الفها وحطها في سلسلة وعلقها في رأي بيت مرأتي اللي في ايد اي الستة في البيت المصري يكسب كمان خلاص ما لابونك مش هخش معك في الحين تانية ملعبك انا هخش ملعبك اخسر لكن في النهاية المواطن عارفت يعني الاستاذ اهاب بيشتغل في ايه ومجاله ايه وسلساله في هذه المهنة زي ما قال كده هو رابع حلقة في العائلة من هذه المهنة فطبيعي انه بيتكلمه الحقيقة كلامه بزبوط من هذه الزاوية اي حد تاني بتاع بورصات لو قاعد بيخلل الاستاذ اهاب هيكلمك عن ايه انها رابعا انت شفت ربح البورصة وتعرف يعني ربح البورصة ده انت ممكن من الف جنيه بقوا مليون جنيه هو هو في ايديها هو 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 في بورصة يعني المكسب اللي هيحصل في البورصة هو اللي هيحصل وهو في ايديها يبقى الافضل احنا نتشيك بي احصل شرفتني ونهورتني يا هابي وانا كنت سعيد بالحوار مع حضراتكم ان شاء الله يمانينا اقلقات تانية شكرا جزيلا شكرا لحضراتكم خلصت فقرتنا وخلصت حلقتنا سمعت الكلام كل واحد يعمل اللي هو عاوزه وليشاف مصلحته وشو بحدش يجي يقول لي بعد كده انا مشيت وردك كل واحد يمشي ورد دماغه وربنا اكتب داني الخير والرزق جميعا اسمعوا على خير